السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل وصفة جديدة كده بالقرنبيط طعمها لذيذ جدا هنعمل فطايرة اللحمة غنية بالالياف ومشبعة وجميلة قوي واهم حاجة ان هي من غير نشويات خالص مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت واللوكارب والمرضى السكري طريقة تحضيرها سهلة طعمها لذيذ قوي يلا بينا نشوف طريقة العمل هبدأ بالطريقة على طول علشان الفيديو ما يكونش طويل انا معايا هنا 150 جرام من القرنبيط و150 جرام من اللحمة المفرومة هنجيب بقى دلوقتي الكبة او ممكن حتى تبشر القرنبيط كده بالمبشرة ما فيش اي مشكلة هحط بقى دلوقتي القرنبيط في الكبة بالشكل ده علشان افرومه ناعم الاول كده بقطع اي تقطيع وبعد كده هشغل عليه الكبة لغاية لما يتفرم معنا ناعم بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز معنا هنجيب بقى دلوقتي طاصة ويفضل استعمال طاصة غير لاصقة وهنحط فيها دلوقتي بقى الاورنبيط اللي احنا فرمناه وهناخد بقى دلوقتي الطاصة دي على النار وهنبدأ نحط البهارات انا مش هحط اي مادة دهنية هحط بس بهارات هحطت دلوقتي تقريبا نص معلقة صغيرة من الكمون وهنحط نص معلقة صغيرة من الملح وكمان تقريبا نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وهضيف كمان دلوقتي رشب بابريكا كده تقريبا ربع معلقة صغيرة وهقلب بعد دلوقتي القرنبيط مع البهارات من غير اي مادة دهنية هنقلبه على النار كده لغاية لما القرنبيط يبدأ ان هو يستوي يعني يكون بادئ كده ان هو يستوي ما يكونش لسه القرنبيط ناشف او بيقرش يعني هيكون بادئ ان هو يستوي معانا هنقلب باستمرار كده على نار هادية لغاية لما يكون معانا بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز القرنبيط مش بياخد وقت ابدا على النار هنجيب بقى دلوقتي طبق كده ونحط فيه دلوقتي بقى القرنبيط ونسيبه على جنب على من جهز اللحمة المفرومة في نفس الطوصة كده هنحط بقى دلوقتي نص بصلايا قطعتها مكعبات كده صغيرة وحطيت عليها نص معلقة صغيرة من السمنة وهنشوح بعد دلوقتي البصلة لغاية لما تبدأ انها تتبل معانا وبعد كده هضيف عليها اللحمة المفرومة اي كمية لحمة مفرومة عندكم انا معايا 150 جرام من اللحمة المفرومة ممكن تحطوا في ريخ لو انتوا عايزين او ممكن نلغي خطوة اللحمة المفرومة خالص مفيش اي مشكلة ممكن نعملها من غير حشوة يعني نكمل باقي الوصفة زي ما هعمل باقي الوصفة كده بس من غير اللحمة المفرومة دلوقتي بعد ما شوحت البصلة كده حطيت عليها اللحمة المفرومة وهبدأ ان انا شوحها لغاية لما يبدأ اللحمة اللي هتغير معانا بعد كده هضيف عليها بهارات وكمان فلفل الوان الحاجات دي كلها اختياري هنحط باقي دلوقتي راشة بسيطة من الملح واخدوا بالكوا احنا هنحط ملح في كل مرحلة فزبطوا الملح عشان ما يطلعش الاكل حدقى وبعد كده هضيف برضو شوية بسيط كده من البابريكا وراشة بسيطة كده من الفلفل الاسود وهحط كمان راشة بسيطة من القرفة وكمان راشة بسيطة من الجنزبيل البودر حطوا طبعا البهارات بتاعت اللحمة على كيفكوا اللي انتوا بتحبوه وهشوح باقي دلوقتي اللحمة مع البهارات والبصل بالشكل ده واول ما اللحمة تبدأ انها تستوي معانا طبعا هي مش بتاخد وقت عبدا على النار هنحط باقي دلوقتي فلفل الوان وده اختياري هنحط كمية بسيطة من الفلفل الاحمر والاخدر والاصفر انا مقطعهم وكعبات كده وحطهم في الفريزر لوقت الاستخدام طبعا ده اختياري ممكن تحطوا فلفل اخدر بس او ما تحطوش فلفل خالص زي ما انتوا عايزين وهنشوحهم مع بعض كده تقليبة بسيطة على النار وخلاص كده بتكون جاهزة معنا هنرجع بقى دلوقتي للارنبيت اللي اهنا حطناه على جنب وهنحط عليه بقى الاضافات التانية انا معايا هنا في الطبق دلالارنبيت اتنين بيضة تلات مربعات من الجبنة وكمان معايا طحينة خام هنبدأ بعد دلوقتي نحط الحاجات دي تاني على بعض هجيب الكبه وحط فيها اول حاجة اتنين بيضة وهضيف عليهم بقى دلوقتي تلات مربعات من جبنة المراي وزن المربع الواحد 18 جرام وممكن نستعمل بدلها تلات معالق كبار من الجبنة القريش او للناس اللي عندها حساسية قلبان ممكن تلغي الجبنة من الوصف خالص مفيش اي مشكلة دلوقتي انا حطيت تلات مربعات من جبنة المراي وبعد كده هنحط بعد دلوقتي خل التفاح العضوي ممكن تستعمله الخل الابيض العادي هنحط تقريبا كده معلقة صغيرة من الخل وهنضيف كمان دلوقتي البيكنج باودر هنحط بمعيار المعلقة الصغيرة النص المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر وهنضيف اخر حاجة بقى وهي التحينة هنحط بمعيار معلقة الطعام المعلقة الكبيرة اربع معالق مليانين من التحينة للناس اللي هتقول للتحينة فيها دقيق وانا يعني رديت على السؤال ده كتير قوي التحينة ممكن تتعامل في البيت من غير دقيق وانا عملتها في فيديو قبل كده هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف وممكن كمان تشترونه كويس يكون مكتوب عليه من عصارة السمسم فقط دلوقتي شغلت الكبيرة لغاية لما اختلطوا مع بعض بالشكل ده وهجيب بقى دلوقتي الطبق اللي كان فيه الأرنبيط وهحط الخليط عليه ما تحطوش الأرنبيط معاهم في الكبه علشان المكونات ما تقلبش معانا تبقى عصير انا عايزة القطع بتاعت الأرنبيط تكون واضحة علشان يكون معانا القوام زي ما هنشوف دلوقتي يعني نحط البيت والجبنة والطحينة في الكبه وبعد ما يختلطوا مع بعض نحطوهم على الأرنبيط ما نحطش معاهم الأرنبيط دلوقتي بقى هنقلبهم مع بعض بالشكل ده لغاية لما يختلطوا كويس وخلاص كده بيكون جاهزة معانا القاعدة بتاعت الفطيرة طبعا أنا محطتش بهارات مع الطحينة والبيت لأن البهارات موجودة بالفعل مع الأرنبيط هنجيب بقى دلوقتي أي صنية تكون مفرودة بالشكل ده وتكون الحطان بتاعت الصنية بتاعتها ما تكونش مرتفعة تكون مفرودة كده الصنية دي تقريبا الطول بتاعتها 30 والعرض 20 حطيت عليها ورقة زبدة لازم نستعمل ورقة زبدة تكون نوع كويس قوي وهبدأ دلوقتي أفرد الخليط كده ومش لازم نملى بيه الصنية كلها هو الهدف من استعمال الصنية بالشكل ده إن تكون الفطيرة أو المخبوزات ما تكونش مرتفعة يعني بالطريقة دي كده نحاول نوزعها كده ومش لازم نملى بيه الصنية كلها يعني ممكن تستعمله صنية أصغر من كده لو عندكو بس أنا معندي الصنية أصغر من كده دلوقتي أنا وزعت الخليط كده بالشكل ده وبالنسبة للارتفاع بتاع المعجنات ده كده كويس قوي هنبدأ بقى دلوقتي نحط الحشوة هنجيب بقى دلوقتي الحشوة اللي احنا عملناها من اللحمة المفرومة والبصل والفلفل للألوان وهنحطها بقى دلوقتي على الوش ونوزعها كده للناس اللي هتلغي الخطوة بتاعة اللحمة المفرومة أو الحشوة يعني مش عaction تعملها باللحمة اتابعوا الخطوات كلها مع عدد الخطوة بتاعة اللحمة المفرومة دي وحطها على الوش أي حاجة أنت بتحبوها مثلا تحط حبة البرقة او سمسم او جبنة متزرلة زي ما عامل دلوقتي يعني عن حسب ما انتو عايزين دلوقتي انا حطيت الحشوة بالشكل ده وزعتها كده وبعد كده هحط على الوش شوية من الجبنة المتزرلة وده طبعا اختياري هنحط بعد الوقت على الوش جبنة متزرلة بالنسبة لكيتو دايت بنستعمل جبنة متزرلة كامل الدسم بالنسبة للدايت العادي بيستعمله اي نوع جبنة وخلاص كده بتكون جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن هناخد بعد الوقت الصينية دي وندخلها الفرن وده شكلها معانا بعد ما استود بتقعد في الفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن اول ما تبدأ ان هي تتحمل كده من الجوانب والجبنة تبدأ ان هي تتحمل شوية بعد كده بنقفل الفرن ونشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبعد كده بتطلع معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله جميلة جدا وهي لسه سخنة بقى هنجيب القطعة بتاعة البيتزا او اي سكينة كده وهنبدأ نقطعها طبعا قطعها بالحجم اللي انتوا عايزينه انا هقطعها على شكل مربعات بالشكل ده كده وبتكون خلاص جاهزة معانا احلى واجمل فطيرة باللحمة بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومتمسكة وطعمها ان شاء الله هيعجبكو جدا وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده مع فلفل حار وزاتون وخاص بصراحة طعمها لذيذ قوي شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكو احلى واجمل فطيرة باللحمة مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت واللوكارب والمرض السكري ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية